السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اه فضلا لا امرا الاشتراك في اللي هو ايه بتاع المنديل اللي هو بيبقى كده. ماشي? وهنعمله مع بعض بحضة. طيب دلوقت بقى ايه? عايز ايه? الجيب اللي هو بيبقى جيب الايه? الجيب اللي هو جيب المنديل اللي بيبقى فوق. جيب المنديل اللي بيبقى فوق. زي ايه? زي الجاكت مسلا دوت. اهو? بنفس الشكل دة كده. بنفس ايه الشكل ده? شايف البنسة فين هو بيبقى في نص البنسة دي. فبيبقى في نص البنسة. دي. تمام? ابعده ايه؟ بيبقى سقوطه من فوق خمسة وعشرين سنطر. سقوطه من فوق خمسة وعشرين سنطر. العرض بتاعه من كام? العرض بتاعه من تسعة لعشرة سنطر. ميزيدش عن كده. بيبقى مفتوح على اساس لو في منديلها يتحط فيها او هو ده الجيب. بيبقى تجيب نفسه بميل. بيبقى تجيب نفسه مش استريد. بيبقى اواخد ميل شوية. طب هنعمله ازاي? هنيجي كده اهو. انا لو دي هتتني كده بتتني على جزء من الجيب. يعني الجيب هيجي هنا. طب انا عايز ايه? عايز خمسة وعشرين سنتي من فوق. تمام اهو. نجيب المركة بتاعتنا. ونبدأ نشوف حدود الجيب معانا ايه? هاخد بخمسة وعشرين سنتي من فوق اهم. تمام? طب الجيب ماله? الجيب هيبقى نازل بميل كده. الجيب هيبقى نازل بميل كده. تمام? حدوده ايه? حدوده تسعة لعشرة سنتي. انا هاخده قد ايه? هاخده. انا لما هاتني الريفير ده كده هيبقى واخد جزء من الجيب. هيبقى هيبقى لغاية هنا هو كده. ادي الجيب معايا اهم. طيب. العرض بتاع الفلتو ده. عرض الفلتو دوت بيعمل في حدود اتنين سنتي ونص. عرض الفلتو دوت نفسه هيعمل معايا في حدود اتنين سنتي ونص غير اللي هيخدش في الخياط. ده الفلتو اللي انا هعمله. انا كده حددت ايه? حددت الجيب نفسه اهو. حددت حدود الجيب نفسه والميل بتاعه. اهو. تمام. احدد بقى الفلتو اللي انا هحتاجه له. هحتاج فلتو قد ايه? اتنين سنتي ونص بالاضافة للقييمة بتاعت الخياطة بتاعتي. اهو. ازبط حدودي اهل. وقاجي هيبقى الجيب كده بالزبط. تمام? لازم يبقى طالع الميل بتاعه اهو. كده. طالع مستقيم. يعني ايه مستقيم? مش انا وخدت من هنا تسعة. خدت من هنا تسعة سنتي. اه عشر سنتي. يبقى من فوق برضو عشر سنتي. عشان يديني نفس الايه? الاستقامة بتاعت الجيب. يعني الجيب مش هيبقى ايه مايل? لا اهو الجيب هيبقى مستقيم كده. يبقى الجيب هيبقى ليه ايه? وش وضحف. يعني بعد ما هعمله انا هنزبطه كده ما ينفعش ان انا اقلبه الناحية التانية. كده الجيب اتعمل معي. هعمل ايه? هروح جاي مقفل الزوايا ديت. على المكنة. ونبدأ ايه? نعمل الجيب زي ما احنا ايه هنشوف? الجيب دوت هيبقى كده بالزبط. تمام? نبدأ نقض على المكنة ونشوف احنا هنعمل في ايه? انا من هنا هاجي بقى وروح ما اقفل الجيب من الجناب هنا. عشان هقلب ايه? البوزة بتاعته بالزبط. الجيب لازم هيتقفل بنفس الشكل ده. الفلتو بتاعه بقى. ده هتقفلتو بتاع الجيب ايه? جيب المنديل الايه? الامامي العلوي. صفيلي الزيادة. وبعد كده ايه? نتنيه نعمله وبعد كده ايه? اكوية على اساس ايه? يفرد معي. كده ايه? الجيب اهو. هدوس بس عليه ايه? مكوى عشان ايه? نعرف ايه? نزبطه بالزبط. كده بقى انا ايه? زبطت الفلتو نفسه بالمكوى اهو. وهبدأ ايه? اركبه. خلي بالك الجيب ليه اتجاه. مش هيجي ينفع كده. لا اهو. الجيب هينفع اهو ايه الاتجاه بتاعه كده. تمام? اهو. تمام كده? ماشي. فعالة. دي الورقة بتاعت الجيب. اططها معي. ايه. ما تخرجش حدودها. عن حدود الجيب. الورقة بتاعت الجيب بقى هين. اقول لك حاجة عشان بس ما ننخبطش نفسينا. هاجي انا اتجيب هيبقى كده. طب هتعمل ايه? تعالى. شو قلي هنا في النص كده. طالما فيشها على طول يبقى بتعامل مع القماش ايه? برفق شديد. كده اهو. واروح ايه داخل بايه? بالزاوية دي كده. تمام? تمام? كده? انا فتحت ايه? للجيب اهو. واروح مدخله جوه كده بالراحة. ادي ايه? الجيب اهو بدأ يبنق ايه? الشكل بتاعه. بس لسه بقى الورقة ولسه تقفيله من فوق. طب نبدأ ان ايه? نقل بالجيب عشان نشتغل فيه من جوه. اهو. دي الورقة اللي انا هاخدها للجيب نفسه. فاهمين يعني ايه? الورقة طبعا. اللي هي الجيب نفسه بقى من جوه. بيبقى الجيب كبير وبيبقى ايه? هو شكل بس. يعني مش ايه? يعني وبيبقى شكل اكتر منه ايه? اي حاجة تاني. ماشي? وزي انتو فاكرين ان انا عملت فوق هنا هوت اصل واروح ايه? مدي برضو فورت صغير كده عشان اقفع ايه? هنا هوت زي ما قلت لحضراتكم هبدأ بعمل ايه? الجيب من جوه. اديت فورت بس صغير من هنا ومن هنا دوت لي ايه? عشان اعمل الورقة في الجزء العلوي. اهو. الورقة فين? في الجزء العلوي كده. يعني اشبكها او اخيطها في الايه? اكشترة في الجزء العلوي اهو. كده انا شغال في الجيب من جوه. انا سايبه خلاص من بره. ماشي من بره هبدأ اقفل بس الاركان بتاعته بعد ما خلص من ايه? من الجيب نفسه. ادي الجيب اهو كده من جوه اهو. طب نبص عليه من بره? اهو من بره هيبقى كده. هتيجي بقى الورقة روح ما اقفلها ايه? هتيجي اصلا اه انا اسف. الفلتو نفسه هرجا روح ما اقفله هنا هوت بايه? بشيما رفيعة جدا كده. شمال ويمين. بشيما ايه? رفيعة جدا شمال ويمين اهو. ده اللي انا هعمله دلوقت. الخامة لما تبقى لقرة وانت شغال فيها بتتعبك. بس المهم بكون انت عارف انت بتشغل ازاي? يعني تخيل الجيب اهو شكله بان وبسم الله ما شاء الله ولسه ما تكواش ولا تعمل في ايه? اي حاجة. تمام? ما خليش ادنى قصرة في الجيب. ما خليش ايه? ادنى قصرة في الجيب ما تكونش موجودة. طبعا الجيوب القطع ديت فنياتها عالية جدا. يجب ان انت تتمرن عليها مرة واتنين وعشرة عشان تعرف تطلع الجيب احسن ممن انا ايه? عامله كده. ده كده ولسه ايه? ما كوتوش. ما هي تدوس عليه بقى? ومن جوه اهو. هبدأ اقفن ايه? الورقة بتاعتي ايه? من جوه. وبعد كده ارو اعمل ايه? نصفي الزيادات. نصفي الزيادات معي. ادي الجيب بتاع ايه? تاني ده جيب المنديل اللي هو بايه? بيتحط فيه منديل بقى هنا هكت. اهو. ويجي ده عليك كده بنفس الشكل ده. كده ايو انا خلصت جيوب الجاكت كلها. هعمل ايه? هقفل الجاكت. خلاص كده. اقفل الجنابي واقفل الكتاف. عشان نبدأ نشوف اللياءة والكمام مع بعض. اهو. ده الجيب بقى بعد ما احنا عملناه وكوناه. شايفين انا عايزكم بس تشوفوا الشكل بتاعه والشياكة بتاعته. اهو. الريفير ده يجي يتني عليه كده. تمام? لو هيتحط منديل او اي حاجة بيتحط. تمام? هبدأ بقى كده خلاص. هقفل بقى ايه? كده انا وصلت. ان انا هقفل الظهر مع ايه? مع السدر اهو. اه الجسم نفسه والبطانة. الجسم نفسه والبطانة. في السريع كده على طول اهو. بسم الله. محددين انا القشاطين بتاعكم. كتاف. ده انا شغلت بالنحية الشمال. تمام? نحية الثانية اهيه. كده انا ايه? قفلت الجسم نفسه. وهبدأ اقفل البطانة زي ما قفلت الجسم نفسه. سواني كده. اه ما نساش حاجة. ان الخامة دي ما لها? الخامة دي لكرة. فلازم اركب ما يسمى بالشداد للكتف. يعني ايه الشداد? لان اللكرة دية لو لم زبط الكتف على اربعين. بعد ما بخلص حالص الاقي الكتف ده وتعمل معي اتنين واربعين على الالف. ماطت معي القماش او ماطت معي. تمام? فالشداد دوت وظفته ان هو ايه? يخلي الكتف ماسك نفسه. يخلي الكتف ايه? ماسك نفسه. طب الشداد ايه? آآ البي ايه? الساتان. الشداد اللي انا هركبه بركبه في الكتف كده عشان الكتف ما يرميش معي ايه? زيادة. اهو. دوت كده خلاص بيبقى حفز الكتف ان هو ايه? يتحرق. يعني شوف الكتف التاني واحنا لسه مركبناهوش الشداد بص ها? بيعمل معاك ايه? اهو. طب شوف هنا ها? مسك معاك اهو. لكن هنا بيعمل معاك ايه? بص. الشداد وظيفته ان هو يسبت مستوى الكتف. عند عند الايمة اللي انا ما ازبط عليها الايه? المقاس معاك. ادي بعد ايه? ما ركبته. بص بقى نشد فيه زي ما انت عايز او. تمام? كده انا زبطت ايه? قفلت الجاكت نفسه. الجناب بتاعت الجاكت نفسه والكتاف. هعمل دي اسمها مرحلة ايه? مرحلة الطبق. يعني ايه الطبق? بطبق بقى ايه? الجاكت نفسه. بطبقه اللي قداماني على الوراني. خلصت السدر نفسه. خلصت الجسم. ابدأ اعمل ايه? البطانة. زيها بالزبط. عشان تبقى عارفين? جاكت البطانة. يعني مش اي حد يشتغل فيه. جاكت البطانة. بيحتاج صبر. بيحتاج اصلا. اللي يشغل فيه ايده نظيفة. يعني ايه ايده نظيفة? يعني ايده نظيفة في الشغل. مش في حاجة تانية ما تفرقش معاها. ايده نظيفة في الشغل اللي هو اصلا يبقى بيعرف يفنش حتة مزبوطة. بيعرف يفنش حاجة مزبوطة. مش 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 شغال كده وخلاص. لان لو شغال كده وخلاص انت اصلي انت شغال في كزا حاجة. شغال في الجسم والبطانة والجيوب والمصر والازق والكلام ده كله. ولذلك بص انا ماشي معاكم الجاكت واحدة واحدة. من اول قصه. لكن الجاكت دوت فيه كزا ايد تخش فيه. لو هو في مصنع او حاجة كزا ايد بتخش فيه. اللي بيقص ده حاجة. اللي بيلزق البرلون ده حاجة. اللي بيعمل اللي بيقص الغطانة ويقفلها حاجة تانية. اللي بيعمل الجيوب. فزي ما بقولك. فانت قليل بخضل الله عز وجل واما بنعمة ربك الحدس ان حد يقولك على كل حاجة في الجاكت زي ما انا. الفرق بقى في ايه? الفرق انا بكلمكم وانا بقفل. الفرق في ايه? اننا واخد الحاجة دية على اصولها. من والدي الله يرحمه وتغمده بواسع رحمته. ماشي? واخدها منه بما يرضي الله عز وجل. ومش وقفت على كده وبس. لأ انت بتبدأ انت تنمي نفسك. مفيش حاجة اسمها انت ما تعرفش تعملها في الشغلانة دي. من اول ما تقص الحاجة لغاية ما تركب ضرائرها لغاية ما تعلقها على شمعة مكوية. انا كده عملتي ايه? قفلتلكم شجاكت كله جسمه وبطانة. جسمه وايه? وبطانة. وهنوقف خلاص الفيديو ده على كده. هيتبقى معنا ايه? تأفيل. آآ الكمام. واللياقة. ودي حاجات برضو ايه? فنياتها عالية جدا. هيبقى في فيديو للكم. وفي فيديو لللياقة. ماشي. ده اخر حاجة كده. كل اللي احنا بنطلب من حضراتكم الدعاء. الدعاء بظاهر الغيب. اي حاجة هتتعلمها مننا نرجو من الله عز وجل. آآ ان هي يكون لها اثر عند حضراتكم. ان انتو لا تنسونا من صالح الدعاء. ادي الجاكت اهو. بتقفل. لسه يتكوي. وهنقص الايه? الكومام بتاعته. ونبدأ نركبها. آآ الاصل الاصيل اللي احنا بنتكلم عليه دايما. ايه هو? الاصل الاصيل اللي احنا بنتكلم عليه هو دايما ايه? الدال على الخير كفاعلي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.